من ضمن الاسئلة زي يشتغل في بنك وانا خريك قليلات الحق وهل المرتب بيكون كويس عادة عندك حل اللائمة تشتغل في مجالات القطاع القانوني في البنك فده بيكون موجود ولكن خلي بالك انه بيبع عليه منافسة عالية خاصة للناس او الناس حديثة الخبرة وعادة مش هكدب عليك يعني فرصك نجاحك قليلة جدا لانه بيبع منافسة عالية جدا وناس اتدربت وناس في كذا كذا فلا بيبع عليه منافسة عالية او انك تدخل مجالات الاتشار المارد البشرية الماركتنج لحاجات دي وحتى دي لازم يكون عندك خبرة فيها شوية فنصحتي حاول ان تدخل مجال هذه المجالات من البداية سواء تتدرب في مكتب قانوني او 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 تدخل حتى مجالات الاتشار ولكن تدخل في شركة مالية الى حين ما يعلن البنك على وظيفة وتقدم عليها وساعتها شاء الله بنكتب لي فيه الخير هل المرتب بيكون كويس لو حديث الخبرة انت بتاخد نفس الجريد او نفس المرتب بتاع الاداري لو مسلا الاداري جوا بياخد ونقل حدث الخبرة اربع خمس ستة الاف جنيه هتلاقي انت بتاخد اربع خمس ستة الاف جنيه فهي مش هتختلف اختلاف كبير او جوهري في هذا الموضوع وربنا وفقك ويكتب لك كل خير بازن الله ونصحتي بلاش تركز بس على شغل البنوك اشتغل لو انت حب مجال الشركات او كده اشتغل في شركة او مأساسة مالية عشان هم عادة بياخدوا منها اكتر احد اه شركات تأمين اه شركات استثمار حاجات دي مش هياخدوا اكتر محامي او ما كتب المحامي ما هي كبيرة اه مش هيكون عندهم يعني هيبصوا اكيد على البروفايلات بتاعة الناس اللي شغالة فيه اه بنوك اه تانية ولكن اه لو انت محمسا في شركة اغزية ولا هياخد محامي في شركة استثمار او تأمين اكيد هيكون ده بالنسبة له اقرب له من ده ويه ربنا وفقك وكتبها كل خير بازن الله